الكرام وإلى عروس النيل العروس النيل يمكن نحن ماذا نظلم النيل بيقول أنت يا نيل يا سليل الفراديس نطابع عروس النيل الجزيرة مقراد مقراد أو مقرات الصالحين كما كانت تسمى في السابق تعد الجزيرة الأكبر من نوعها على مجرى النيل الرئيسي ظلت الجزيرة تشكل لوحة ساحرة الجمال عند منحن النيل الشهير قبالة مدينة أبي حمد شمال نهر النيل يعود تاريخ الجزيرة إلى عصور ما قبل الميلاد تقدر المساحة الكلية للجزيرة بأكثر من مئة كيلومتر مربع تتخللها العديد من التلال والسخور الرسوبية التي كانت تسمى بالخرصان النبي تحط بالجزيرة 33 جزيرة سقيرة معظمها مأهول بالسكان النسج الاجتماعي داخل الجزيرة ضم العديد من القبائل السودانية المختلفة أكثرها انتشارا الرباطاب والعبابدة والمناصير تعاغبت على إدارة الجزيرة نظم إدارية متعددة ومتباينة استمرت إلى عصرنا الحالي النشاط الاقتصادي الرئيسي لدى أهالي الجزيرة فلاحة الأرض والاهتمام الزائد بالرعي والبساتين مثل القمح المحصول الرئيسي للأهالي بجانب الأنواع الجيدة من التمور والبغوليات عرف إنسان الجزيرة الزراعة التغليدية منذ أمد بعيد واستخدم معدات بداية قديمة كالأربل والطورية والحرث بثيران لكن بعد أن تبدل الحال دخلت الآلة الثقيلة العمل داخل الحقول المتجول داخل الجزيرة يلاحظ أن معظم بيوتها تم بناؤها بطريقة متفرقة داخل الحقول واتخذت البيوت أشكالا هندسية وألوانا تغليدية مميزة تعود إلى الثقافة النوبية القديمة التي كانت تسود هذا المكان ويشير المؤرخون إلى أن المنطقة عاصرت ثلاث حضارات منذ العهد المسيحي والحضارة المروية وعصر الإسلام والشاهد على ذلك المناطق الأثرية القديمة بكورتا والخزينة والصيحان عرف إنسان الجزيرة بفراسته وبديهته الحاضرة حين الرد على السؤال كما تميزت الجزيرة بإيجادة الوصف وخاصة المجموعة التي تسمى بالكلاشنة في ذلك المكان التنافس الأدبي والشعري كان المتنفس الوحيد لأهالي موغراد الأمر الذي جعلها تنجب العديد من العباقرة والشعراء هذا النمط جعل لأهالي الجزيرة إرثا ثقافيا مميزا وخاصا حبب كل من ينتمي إليها بمختلف مدن السودان المؤسسات التعليمية بالجزيرة لم ينحصر دورها في التعليم ومنح الشهادات بل اندمجت وسط المجتمعات الريفية للتفاعل معها في نشر برامج التوعية والتفقيف حتى الآن لا تزال عمليات التنمية تنتظم الجزيرة من أجل استقرار إنسان موغراد ويحكي الناس هنا عن اهتمامهم الزائد بجزيرتهم من أجل النهوض بها حتى تكون ذات إنتاج وفير في مختلف الصعود والمجالات اشتركوا في القناة